درجة حرارة غير مسبوقة سجلتها مدينة خانقين في ديالا متجاوزة 52 درجة مئوية لتحل أولا على قائمة المدن الأعلى حرارة عالميا وتؤكد مرة أخرى تأثير تداعيات التغيير المناخي على العراق هذا الارتفاع انعكس سلبا على السكان الذين يعانون في ظل انقطاع الكهرباء وتراجع مناسب المياه بسبب الجفاف تشوف شغل ما لنا كهرباء ماكو مي ماكو مولدات يطفل كهرباء بعد نص ساعة أو ثلث ساعة يلا يشغل مولده لذلك تشوف يأثر علينا بينا أصلا اللي يشتغلوا يعني مثلا بالفرن بينا ما يتحملون يتخربطون يأخذوهم للمستشفى كهرباء ماكو الله يساعد أبو المولد بعض الناس يحطون على أبو المولد ما يحطون على الحكومة هي أهم شيء الأصلي للحكومة في المقابل لا تزال الحكومة تصم أذانها عن التحذيرات من تبعات التغيير المناخي وإمكانية حدوث هجرات كبيرة لا سيما مع قطع دول الجوار وعلى رأسها إيران روافد الأنهار عن العراق في السنوات القادمة ننظر بأن لم تكن هناك سياسة بيئية في هذه المنطقة لربما تكون هناك هجرة مناخية إلى مناطق القليل كدسة ومناطق الباردة الموجودة في محيط هذه المدينة ومع التراخي الحكومي لإنقاذ العراق من موجة التصحر التي تلتهب ما تبقى من أراضيه وأشجاره تظهر مبادرات ناشطين وأشباب لزراعة الأشجار كمحاولات خجولة لكنها في الوقت نفسه تحرج الأحزاب الحاكمة والتي لم ترصد أي مبالغ لتعويض الغطاء النباتي الذي دمر خلال العشرين عاما الماضية ولم تطور البنية التحتية لمنظومة الرأي أو التخزين في البلاد